هيا بنا نتعلم الضرب يا ترى ما معنى الضرب إن أفضل طريقة لتعلم أي شيء هو حل بعض التمارين إذن هيا لنبدأ بحل التمارين لنستكشف ماذا تعني في المثال الأول لدينا اثنان ضرب ثلاثة أنت ربما حليا تعرف ناتج جمع اثنان زائد ثلاثة اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة وإذا كنت تحتاج إلى مراجعة خفيفة لنفترض أن لدي اثنان من حبات الكرز واحد اثنان فإذا ردت إضافة ثلاث حبات من التوت الأزرق إليهم فما هو عدد حبات الفاكهة لدي الآن سوف نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ويمكننا استخدام طريقة أخرى وهي خط الأعداد إذن لدي هنا ربما أنت لا تحتاج إلى المراجعة ولكن ذلك سيساعدنا على تقوية المفاهيم إذن هذا هو الصفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لنضع اثنان على الجانب الأيمن من الصفر ودائما نتجه يمينا عندما نتحدث عن الأعداد الموجبة وإذا ردت إضافة ثلاثة إليهم فلنتحرك ثلاث منازل إلى اليمين فإذا تحركنا ثلاث منازل إلى اليمين إلى عين سننتهي واحد اثنان ثلاثة سننتهي عند الخمسة إذن بكلت الطريقتين أنت فهمت أن ناتج جمع اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة ولكن ما حاصل ضرب اثنان ضرب ثلاثة أفضل طريقة لمعرفة معنى الضرب أنها طريقة سهلة لجمع الرقم لنفسه عدة مرات وهذا يعني أنك إنها خادع عرض الشيء أنت لن تقوم بإضافة اثنان إلى الثلاثة ستقوم بعملية جمع للرقم اثنان إلى نفسها ثلاث مرات والآن ماذا يعني هذا حسنا هذا يعني أن تقول اثنان زائد اثنان زائد اثنان إلى أين ذهبت الثلاثة حسنا كم لدينا من عدد اثنان هنا هيا نرى لدينا واحد اثنان ثلاثة لدينا ثلاثة من العدد اثنان لقد قمت بعدهم الآن أمامكم كما قمت بعدهم في حبات الكرز والتوت لكن الثلاثة هي التي حددت كم مرة سأقوم بجمع اثنان على نفسها واحد اثنان ثلاثة إذن ما حاصل ضرب اثنان ضرب ثلاثة حسنا لقد أخذنا اثنان وأضفناها إلى نفسها ثلاث مرات اثنان زائد اثنان يساوي أربعة اثنان زائد أربعة يساوي ستة حتى الآن هذه الطريقة الأولى للتفكير بالضرب أما الطريقة الثانية فيمكننا أن نفكر بعملية الضرب بدلا من القيام بجمع اثنان إلى نفسها ثلاث مرات فإننا نستطيع جمع الثلاثة إلى نفسها مرتين أعلم أن هذا مربك بعض الشيء ولكن بمزيد من التدريب سوف تصبح عملية بديهية فلنعود لكتابة الثلاثة أو اثنان ضرب ثلاثة ويمكننا كتابتها كالتالي ثلاثة مرتين ثلاثة زائد ثلاثة ومرة ثانية أين ستذهب الاثنان أنت تعلم أن لدينا اثنان ضرب ثلاثة ففي عملية الجمع كان لدينا اثنان من حبات الكرس أو قد تكون اثنان من حبات التوت الأحمر أو أي شيء باختصار كان لدي شيئا وكان لدي ثلاث أشياء أخرى ولم يختفي أي منهم لقد أضفناهم إلى بعضهم وهنا اثنان ضرب ثلاثة هو ناتج جمع الثلاثة مرتين في هذه الحالة هنا اثنان تعني أن الثلاثة تكررت مرتين إلى نفسها والمفيد هنا أن بغض النظر عن الطريقة التي تبعناها لإيجاد حاصل ضرب اثنان ضرب ثلاثة فيمكنني أن أقول أنها اثنان زائد اثنان زائد اثنان أي إضافة اثنان إلى نفسها ثلاث مرات ويمكنني أقول أنها إضافة ثلاثة إلى نفسها مرتين ولكن لاحظ النتيجة واحدة ما هو ناتج جمع ثلاثة زائد ثلاثة هو أيضا يساوي ستة ربما تكون هذه هي المرة الأولى في الرياضيات التي تقابل فيها هذا النوع من المسائل اللطيفة فبغض النظر عن الطريقة التي تبعناها إلا أنك تتبع الطريق الصحيح وسوف تحصل على نفس النتيجة فطالما أن المنظور صحيح هنا أو منظورين مختلفتين أو أي مسألتين مختلفتين لكن النتيجة واحدة قد تسأل متى تصبح عملية الضرب ذات فائدة حسنا ها هي الفائدة فهي تسهل أحيانا عملية العد لنفترض أن لدينا مثلا لنعد استخدام فكرة الفاكهة وهي الفكرة التي استخدمناها ربما لتسهل من العملية ولا أريد أن أتمادى في هذا كثيرا لنأخذ مثلا على الفاكهة ليكن الليمون دعني أرسم مجموعة من حبات الليمون سأرسمهم في صفوف هكذا لدي واحد اثنان ثلاثة حسنا لن أقوم بعدهم جميعا سأقوم برسمهم بهذه الطريقة لأوضح لكم الحل ومعنى طريقة الضرب أنا فقط أريد أن أرسم حبات الليمون ولو سألتكم كم عدد الليمون الذي لدينا حسنا إذا فعلت ذلك سوف تقوم ببساطة بعد كل هذا الليمون ولن نستغرق منك طويلا حتى تقولني أنه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ليمونة لقد قمت بعدهم فعلا أنت تعرف الآن أنا لدينا اثنى عشر ليمونة ولكن هناك طريقة أسرع لحساب عدد هذا الليمون نلاحظ كم عدد الليمون في كل صف والصف هو الذي يحتوي ليمونا مترسا بجوار بعضه إذا هنا أعتقد أنك تعرف معنى الصف لا أريد أن نبسط الأمور أكثر من اللازم هذا هنا صف من الليمون كم عدد الليمونات في كل صف يساوي ثلاث ليمونات دعني أسألك سؤالا آخر كم عدد الصفوف لدينا سأقوم بعدهم هذا الصف الأول هذا الصف الثاني وهذا الصف الثالث وهذا هو الصف الرابع إذن أسأل طريقة لحساب عدد الليمون هو أن تقول أن لدينا ثلاث ليمونات في كل صف ولدينا أربع صفوف لدينا ثلاث ليمونات إذن هنا أضع ثلاث ليمونات في كل صف وأرجو أن لا أكون قد أربكتكم ولدينا أربع صفوف إذن ثلاثة ضرب أربعة وهذا يجب أن يساوي عدد الليمون الذي لدينا إثنى عشر لنحلها باستخدام أسلوب الجمع الذي اتبعناه من قبل دعنا ننفكر فيها تعني ثلاثة ضرب أربعة فعلينا عندما نقول كلمات أربعة ضرب ثلاثة أو ثلاثة ضرب أربعة فإنني أراها هنا أراها أربعة ضرب ثلاثة أي ثلاثة أربعة مرات ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة وإذا جمعناهم ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة زائد ثلاثة يساوي تسعة زائد ثلاثة يساوي إثنى عشر ونحن حتى الآن حصلنا على النتيجة ذاتها إن مثلت الضرب هذه تكون تبديلية أي أن 4 ضرب 3 تساوي 3 ضرب 4 وستطينا نفس الناتج فلو عكسنا الترتيب هنا وهي أفضل صفة لعمليات الضربة أنها تبديلية فيمكن كتابتها على شكل 4 ثلاث مرات إذن 4 زائد 4 زائد 4 ونجمع 4 زائد 4 ثمانية زائد 4 يساوي 12 باللغة أخرى ممكن أن نقول أن الكثير من الأربعة لدي هنا ثلاث أربعات أو لدي أربع ثلاثات بأي لغة تريدون أن تختاروها يمكن أن تقولوا أن عملية الضرب هي عبارة عن جمع عدد لنفسه أكثر من مرة بحسب العدد الذي يضرب به إذن هنا أربع ثلاثات أو ثلاث أربعات هذا هو عملية الضرب هنا لدينا الثلاثة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كم سيكون الناتج إذا جمعتهم إنه إثنى عشر وتقول أيضا كم يكون ثلاثة أربعات دعوني أكتب هذا هنا بلون مختلف قلنا هذه أربع ثلاثات تعني حرفيا أربع ثلاثات فإذا قلت لك مثلا أكتب أربع ثلاثات وأجمعهم ما ستقوم به هذا يعني أنه هو عبارة عن ثلاثة ضرب أربع ودعني هنا أكتب بلون مختلف هذه هي الثلاثة أربعات ثلاثة أربعات ويمكن أيضا كتابتها ثلاثة ضرب أربعة وتساوي إثنى عشر وربما تقول لي هذا جيد ولطيف لكنه خادع بد الشيء ما الذي تعلمناه إن الأسرع من أن أعد هذا الليمون هو أن أقوم بحل هذه المسألة فقط بعملية ضرب على هذا الشكل ربما تكون جديدة بالنسبة لك ولكن في كثير من الأحيان ستكون سهلة وأسهل من عد الأشياء إذن بدلا من أن أقول أنا لدي ثلاثة ليمونات في كل الصف وأقوم بعدها وربما يكون لدي مئة صف أو ألف صف إذن سيأخذ مني دهرا حتى أعد هذه الليمونات ولكن في الضرب فقط ممكن أن أقول ثلاثة ليمونات ضرب مئة صفوف وهكذا أحصل على المعلومة بكل سهولة ربما تحاول بعض المسائل الأخرى في مرحلة من المراحل حتى تفكر بها لنقول ما حاصل ضرب ثلاثة ضرب واحد حسنا هل هذا مثل ثلاثة زائد واحد وتساوي أربعة لا إنها تساوي ثلاثة ضرب واحد أي أن لدينا ثلاثة واحدة أنا أتحجب أن البعض قد يظن أن عملية الضرب هي نفسها عملية الجمعة لا إنها مختلفة تماما فلو فكرنا قليلا لدي ثلاثة من العدد واحد إذن لدي ثلاثة من العدد واحد فما هو مجموع واحد زائد واحد زائد واحد لدي يساوي ثلاثة ويمكن أن تنظر إليه أن لديك من العدد ثلاثة فقط واحدة إذن انظر كم هي سهلة لديك ثلاثة واحدة فقط إذن هذا يساوي ثلاثة إذن ثلاثة واحدة وهذا يوضح لماذا حاصل ضرب أي عدد بواحد هو نفس العدد فحاصل ضرب ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة وحاصل ضرب واحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة أيضا ماذا لو قلت مئة ضرب واحد هذا أيضا يساوي مئة ولو قلت واحد ضرب تسع وثلاثون فهذا يساوي تسع وثلاثون أيضا أظن أنك لا ترى مشكلة في ضرب أي عدد كبير في واحد وهناك أيضا معلومة شيقة أخرى في عملية الضرب وهي عندما تضرب في صفر سوف أستخدم نفس منطق الجمع أنت تعلم أن ثلاثة زائد صفر يساوي ثلاثة فلو كان معي ثلاث تفاحات وأعطيتني لا شيء سيبقى معي ثلاث تفاحات لا يزال معي نفس الثلاث تفاحات لقد ركز كثيرا على العدد ثلاثة دعوني أغير ماذا عن حاصل ضرب أربعة ضرب صفر أظن أن هذا يعني صفر أربع مرات كما تعلمنا في المثال السابق إذن صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر ما هو ناتج هذا؟ إنه صفر أيضا لا شيء زائد لا شيء زائد لا شيء زائد لا شيء يساوي صفر أيضا الناتج لا شيء لو فكرنا فيها بطريقة أخرى ماذا يعني أن أكتب أربعة صفر من المرات؟ أظن أن هذا مربق قليلا أربعة صفر من المرات أي أنه أيضا شيء أي أنه ليس لدي أي أربعة إذن دعوني أكتب هذا أربع أصفار هنا ويمكني أيضا كتابة عدد صفر أربعات كيف يكون هذا؟ أكتب خانة كبيرة فارغة ولا يوجد فيها العدد أربعة إذن هذا شيء أن نعرف ذلك إذن يمكنني كتابة أي عدد كبير لو قلنا خمسة ملايين واربعمائة وثلاثون تسعون ألفا وستمائة واثنان وتسعون ضرب صفر هذا ماذا يساوي؟ إنه صفر بكل بساطة فبالمناسبة حصل ضرب هذا العدد ضرب واحد هو نفسه ولكن صفر ضرب أي عدد لنقول 17 مرة أخرى يساوي صفر أعتقد أنني تحدثت كثيرا بما يفي إلى اللقاء